اموال تهبط على الحوثيين من السماء وبالعملة الصعبة يوميا اعلن مستشار وزير الاعلام اليمني احمد المسيبلي عن حجم مبلغ رسوم عبور الطيران الاجنبي في الاجواء اليمنية مؤكدا ان هذه الاموال تتجه مباشرة الى جيوب الحوثيين في صنعاء وجاء التصريحات المسيبلي خلال منشورا له عبر منصة اكس حيث اشار الى ان حجم الرسوم وصل الى ثلاثمائة الف دولار يوميا وهو مبلغ يثير الاستغراب والقلق بالنظر الى الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن وقام المسيبلي بتوضيح حسابات تفصيلية لهذه الرسوم مشيرا الى انها تبلغ ما يقارب تسعة ملايين دولار شهريا ومائة وعشرة ملايين دولار سنويا وهو ما يجعلها كارثية بحق خاصة مع استمرار الحوثين في رفض دفع رواتب الموظفين واستغلال هذه الاموال فيما يرونه مناسبا وفي ختام منشوره ناشد المسيبلي الشعب اليمني والعالم باسره بالتضامن للخلاص من جماعة الحوثي مؤكدا انها تمثل خطرا حقيقيا على اليمن وسكانها وانه لا يجب منحها فرصة للاستمرار في تدمير البلاد ونهب مقدراتها فضلا وليس امرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الاخبار في وقتها